موسيقى أم الملك الأشرف فزال الخلف من بلاده ورجع الملوك الخارجون عن طاعته إليه واستقامت له الأمور إلى سنة ثمانية عشرة وستمائة والملك الكامل مقابل فرنج الوضع كما هو من سنة ستمائة وأربعة عشر إلى سنة ستمائة وثمانية عشر هجري بقية الأمور كما هي إذن أين الخطورة ولماذا الاستقاثة ولماذا النجدة يقول واستقامت له الأمور إلى سنة ثمانية عشرة وستمائة والملك الكامل مقابل الفرنج أقول جهاد مع إيقاف التنفيذ فهذا جهاد مؤجل ومرحل من سنة ستمائة وأربعة عشر هجري إلى سنة ستمائة وثمانية عشر هجري يكمل ابن الأثير يقول فلما دخلت سنة ثمانية عشرة وستمائة علم بزوال مانع الملك الأشرف عن إنجاده بعد أكثر من أربع سنين يقول علم بزوال مانع الملك الأشرف عن إنجاده فأرسل يستنجده وأخاه صاحب دمشق فسار صاحب دمشق المعظم إلى الأشرف يحثه على المسير ففعل وسار إلى دمشق في من معه من العساكر وأمر الباقين باللحاق به إلى دمشق وأقام بها ينتظرهم فأشار عليه بعض أمرائه وخواصه بإنفاذ العساكر والعود إلى بلاده خوفا من اختلاف يحدث بعده فلم يقبل قولهم لاحظ هذا تمجيد لهذا الشخص المنهزم الذي تخلف عن نصر قبل أكثر من أربع سنين يقول نصحوه قال له أرسل العساكر وأرجع إلى بلادك فأشار عليه بعض أمرائه وخواصه بإنفاذ العساكر والعود إلى بلاده خوفا من اختلاف يحدث بعده فلم يقبل قولهم قال قد خرجت للجهاد ولا بد من إتمام ذلك العزم فسار إلى مصر أقول إذن أين كان قبل أربع سنين لما استنجده أخوه المعظم لنصرة الكامل في مصر والجهاد جهاد وبدلا من الانتظار أربع سنين كان يفترض به المسارع للجهاد وبعدها يرجع لبلاده يصفي أمورها فإنها لم تكن مستعجلة بحيث تأخرت أربع سنين ووضعها وحالتها كما هي الآن لما حذروه من حصول الاختلاف وخروج بعض الممالك عن ملكه فإنه يكون قد أصر على الجهاد وعليه يكون قد أجل معالجة التمرد لا فرض حصوله فيكون قد أجل أمره إلى ما بعد الجهاد في مصر فلماذا لم يفعل هذا سابقا إذن الآن الكلام عن الجهاد وخرج إلى الجهاد وحتى لو حصل تمرد والجهاد أهم لماذا لم يفعل هذا سابقا قبل أكثر من أربع سنين أيضا يذهب إلى الجهاد ويقاتل الفرنج وإذا حصل تمرد أو كان التمرد موجودا فعندما ينتهي من أمر الجهاد يأتي يحرر البلاد التي أخذت منه والتي انفصلت عنه ويحتمل أن ابن الأثير في نفسه شيء يضغط عليه للتبرير للسلاطين وخاصة الملك الأشرف ابن الملك العادل ويترجح الاحتمال من حيث أن تخلي الأشرف وأخوه صاحب دمشق عن نصرة أخيهم في مصر كان المفهوظ عندها تنتهي أحداث هذه السنة سنة 614 هجري ولا يأتي هنا يقحم أحداث حصلت لاحقا بعد أربع سنين وأكثر في سنة 618 هجري